احباي اهلا بيكم في حلقة جديدة من بناميكم مدرب حياة مسيحية سؤال بتاعي نهاردة بيقول ايه حد بيقول انا بصال كتير لطلب معين وربنا ما بيستجيبش اعمل ايه هي صلاتي بيش بطريقة صح انا بصال كتير لطلب معين وربنا ما بيستجيبش ماذا افعل هي صلاتي يعني بيش بطريقة صح طيب لما بنصال لربنا ونطلب مع ربنا ربنا دايما بيستجيب انما مش لازم يستجيب بالطريقة اللي انا عايزها انا ما ديش لربنا المشكلة والحل واقول لبص هو الحل كده ولو ما عملتوش يبقى انت ما استجابتش ربنا بيستجيب باي طريقة هو شايفة صح فلما نطلب حاجة من عند ربنا ونقول له يا رب احنا عايزين كذا وكذا 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 اختم دايما اختار انت الصالح يمكن مش من الصالح ليا ان ربنا ننفذ الطلب اللي انا طلبته الجزء دي مهمة جدا يبقى ربنا دايما بيستجيب بس مش بالطريقة اللي انت عايزها انت صليت كتير جدا علشان تجيب بيت ولا تجيب عربية ولا تجيب حاجة وما جيبتوش ربنا شايف انه مش من مصلحتك دلوقتي مش مناسب لك دلوقتي شايف حاجة تانية انت مش عارفها علشان كده الصالح الحقيقية ان مهما كانت نتيجة تشكر ربنا انت بتصلي علشان تاخد شغلانة معينة وطعصوم عشان الشغلانة دهية والشغلانة دي مهمة جدا وتقدمت وترفط خش مغدع واشكر ربنا قوله يا رب انا بشكرك انها اترفط هو خير انا مش شايفه هلوقتي خير لكن هو خير طلب ما جي من عندك لانا صليتلك مية في المية خير جرب الموضوع ده انك انت احنا دايما نقول لناس ايه قعد ثلاث دهية واشكر ربنا على النعم اللي مدهالك اقول لك حاجة تانية قعد ثلاث دهية واشكر على النعم اللي مش معاك قوله يا رب انا بشكرك اني معنديش انا بشكرك يا رب اني معنديش عربية بشكرك يا رب اني معنديش الحاجة الفلانية بشكرك ان لو واحد ما عندوش اولاء قوله اشكرك اني معنديش اولاء اللي غد دلوقتي مية المية خير طلب ما انا بصلي لك وبطلب منك فانا عارف انه دايما خير انا بشكرك اني معنديش مش بس بشكرك انه عندي فايزا صاحب السؤال ده بنقوله ايه ربنا بيستجيب بس مش بالطريقة اللي انت عايزها انت اطلب وصلي ودايما انهي صلاة بتاعتك يا رب اختار انت الصالح انا معرفش الصالح ايه ولو كانت الاجابة ايا كانت اقول لي رب انا مش شايف انها خير ليا لكن واثق انها خير ليا لان انا من عندك يمكن اعرف بعد سنة سنتين خمس عشر لاخر العمر ما عرفش وشمون بس انا واثق انه خير طالما انا صليت 100% خير جرب الموضوع ده وصلي ربنا على الحاجات اللي مش عندك هتلاقي قصة الحياة كلها تختلف ربنا دايما بيستجيب دايما بيستجيب بس بطريقة بتاعته هو شوفكم الحلقة ان شاء الله